ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في مدينة العالمين الجديدة لمناقشة عدد من الملفات واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقده رئيس عبدالفتاح السيسي لعرض محاور ومراحل تدبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى النهوض العاجل بصناعة المصرية وتعظيم لاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة وفي هذا الصدد أكد مدبولي أنه تم توجيه الوزراء بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع بكافة محافظات الجمهورية للوقوف على التحديات القائمة مع عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية بالتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على هذه التحديات مؤكدا أيضا أهمية الصياغ التصور قومي على مستوى الدولة لتوفير احتياجات المصانع سواء من ناحية العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام في المحافظات المختلفة هذا بالتنسيق مع السادة المحافظين لتلبية احتياجات التوسع في تلك المصانع وضمان قدراتها على تغزية الأسواق المحلية والتصدير للخارج كما شهد الاجتماع استعراض الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية على رأسها السوق الدواء والأسمدة حيث أكد رئيس الوزراء أهمية تكتيف جهود الدولة لتغلب على التحديات التي قد تواجه تلك الأسواق المحلية وذلك بما يضمن استقرارها موجهة نساد الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف تلك السلع الحيوية وتبني التدبير العاجلة لتجاوذ الظروف الطارئة التي قد تواجهها ترجمة نانسي قنقر